بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما نذكر أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحس أن احنا وكأننا نغمسنا في تجليات ونغمسنا في بركات ونغمسنا في حكمة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت جوامع الكلم وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مش بس تجمع الأحكام الفقهية لكن كمان بتجمع أنوار الحياة وتفتح علينا بركات وفتوح في مسارات حياتنا لا يمكن نتصورها أبدا ساعات كتيرة لما بقى أرى حديث من أحاديث رسول الله عليه وسلم وتأمله أحس أنه بيلمي شتاتي وكمان بيجمع علي أموري وساعاتي خرجني من الدي مجرد النظر في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يكون دوت هو الفتح فتح كبير في حياتنا والحديث اللي معنا النهاردة من هذه الأحاديث حديث أصل من أصول هذا الدين حديث بيرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الحديث حديث سنتناول قراءته بشكل مختلف النهاردة أول شيء لابد أن احنا نعرفه أنه ليه الحديث ده أصل من أصول الدين ليه الحديث ده زي ما قال كثير من العلماء أنه هو ربع الإسلام عارفين ليه؟ لأنه إحنا عندنا ثلاث أربع أشياء الربع الأولاني حسن الإسلام الربع الثاني عدم التوفية بمقتضيات الإسلام الربع الرابع الربع التالت هو الصمت وعدم فعل شيء الربع الخام الربع الرابع هو أن الإنسان يسيء التصرف فكان الربع الأكبر اللي بتكلم عن الإسلام لأن الإسلام عالي كل ده هو ربع حسن الإسلام وكان الإسلام فيه أربع درجات أعلاها حسن الإسلام أعلاها ده اللي فيه الحكمة لأن الحكمة بتكون فوق في الأعالي فعندنا أربع درجات أربع درجات منها أعلى درجة هي درجة حسن الإسلام ولذلك هو ربع آه بس أعدى ربع في الإسلام اللي هو حسن الإسلام وده شيء مهم لازم نعرفه ويمكن الربع ده اللي هو من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ده اللي بيكمل جنبات الإسلام ده اللي بيتمم المعنى وزيك هذا الحديث هو المتمم لبنيان الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعلى فكرة احنا لازم نفهم الحديث ده بشكل تاني خالص انتوا دايما بتسمعوني وأنا بقول ان أنا عملت دراسة كده ما بين تلمزتي وبين ناس على الأقل عينة تصل إلى 300 شخص وكنت بحاول بقدر إمكان أسألهم انت بتعيش حياتك من يومك قد إيه فكانت النتيجة نتيجة مفسعة شوية عارفين احنا بنعيش قد إيه من يومنا بنعيش 4% حياتنا إحنا و96% بنعيش حيات الناس هو فلان قال عني إيه فلان كان قصده بالكلام ده إيه فلان شايفني إزاي أنا فعلا فلان ده بيحبني ولا ما بيحبنيش هو اللي أنا عملته ده هيأثر في قلب فلان ولا لأ واخد بقى من ده كتير فإيه اللي حاصل 96% بنعيش حيات الناس أنا أقول لكم حاجة أنا في كتير من أحيين بمسك بناس هو عايش حيات ابن عمه اللي كان والده بيقرن بيه وفيه بنات عايشة حيات بنت خلتها اللي أمها كانت بتقارنها بيها آه بس ده وقت إيه اللي حاصل ده مش من حسن إسلام الإنسان حسن إسلام الإنسان هو أن أنت تعيش حياتك بأقدارك بهباتك بمدد ربنا لك أنت ساعتها مش هتنشغل بحياة الناس ولا بأمور الآخرين يبقى إيزا إحنا عايزين نخرج من هذا الضيق ضيق الأربعة في المئة إلى المئة في المئة وعشان كده الناس بقى ليه بيوتح لهم أنهم ما يعيشوا حياة بعض شوف بقى إحنا كنا مستورين كتير من الناس كانوا مستورين حياتهم ما حدش عارف عنها حاجة لغاية ما جاءت السوشيال ميديا وبقيت الناس حياتهم مطروحة على صفحات السوشيال ميديا وعلى منصات السوشيال ميديا وده معناه إيه؟ معناه بقيت الفرصة متاحة أن الناس تعيش حياة الناس وإما ناس قلوبهم اتكسرت عشان أهم ما كانوا عايزين يعيشوا الصور اللي هو الجميلة الباهرة اللي بيشوفوها دي آه لا الصور دي ليس من حسن إسلامي أن أدخل نفسي في هذه الصورة ده مش من حسن إسلامي دي من صورتي حتى لو الشخص ده بيتكلفها وبيعملها عشان الناس تغير وتعيش بقى آه لا ده لا يعنيه عارفيني الإنسان المنشغل بما لا يعنيه؟ ده ولا يعيزه بالله؟ محروم محروم من إيه؟ محروم من حياة كتير محروم ومخزول وبيضيع عمره اللي أول ما يسأل عنه العبد يسأل الله سبحانه وتعالى عن عمره ولذلك بيقول سيدنا الحسن البصري شوف بقى الكلام الصعب ده من علامات أعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه يا الله طب ليه؟ ليه هذا الكلام الصعب ده؟ ليه الإنسان المنشغل بما لا يعنيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى معرض عنه قال له لأن الله سبحانه وتعالى لما قدر له قدره ولما وهبه رزقه ولما دبر له حياته دبر له حياته ليبقى بالقرب منه يبقى ربنا لما دبر لنا حياتنا وجعل في حياتنا ما يعنينا قال ما معنى أن أنشغل بما يعنيني؟ أن أدخل على الله سبحانه وتعالى من باب الذي ارتضاه لي آه ربنا ارتضى للباب ده وربنا ارتضى للرزق ده وربنا ارتضى للحياة دي فأدخل على الله سبحانه وتعالى لا واحد منشغل بما لا يعنيه آه ده هو أعرض عن الله فأعرض الله عنه ولذلك لازم نفهم ده آه صح من علامات أعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه إزاي؟ فاكرين الحديث التلاتة اللي جمع إلى مجلس العلم فواحد اقترب ودنى وواحد استحى فجلس في حيث انتهى به المجلس وواحد مشي وسام المجلس العلم فحضرت النبي قال أما هذا فدنى فدنى الله منه وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه يبقى إلا حاصل وأعرض أعرض عن إيه؟ أعرض على أنه يروح يتعلم والشخص اللي بيهتم بما لا يعنيه أعرض عن الله لأنه وكأنه أعرض عن أن يتعلم في مجلس علم التدبير إن ربنا سبحانه وتعالى بيدبر أموره فأعرض عن الله سبحانه وتعالى أعرض لما إيه؟ لما انشغل بما لا يعنيه لأن الله لو كان يرى ويعلم أن أن ما لا يعنيك فيه خير لجعله يعنيك دائما أقول لأحبابي كده لو كان ما لا يعنيه فيه خيرك لجعل الله يعنيك يعني لو أن الله سبحانه وتعالى علم في هذا خير لك لماذا؟ لكلفك به ولطلب منك أن تسير في هذا الطريق لكن أن أنت تنشغل بدين الناس وتنشغل بأفعال الناس وتنشغل بهل هؤلاء الناس أصحاب أخلاق ولا مش أصحاب أخلاق والحكم على الناس طول الوقت هذا لا يعنيك وعشان كده تعالى نتأمل كده قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء إذا في حد مسلم وحد محسن في إسلام الإحسان هو الجمال في الإسلام يعني خليك حسن الإسلام وإسلامك يكون إسلام جميل وكامل وده يكون بترك ما لا يعنيك لأن ترك ما لا يعنيك ليس فيه الجمال إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني أنت وماشي في طريقك وإنت ماشي في الطريق المستقيم اللي هو يعنيك هتجد الجمال تب وإذا تركت ذهبت إلى القبح إيه قبح إيه إن أنت تقارن قدر الله فيك بقدر الله في الآخرين لا يعنيك إن أنت تضع سيناريو للحياة هذا لا يعنيك هذا لا يعنيك إن أنت تقول إن ده السيناريو الأفضل وإذن زيك من انشغل بما لا يعنيه شوف بقى الخزلان واحد انشغل بما لا يعنيه إنه انشغل بإيه بإني والله الأقدار دي كانت لو كانت غير ذلك اللي كانت أحسن فإيه اللي يحصل؟ فيحصل له سخت طيب واللي ينشغل بما يعنيه يرضى ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخت آه طيب كده المسألة بينة أوي إن الإنسان المنشغل بما لا يعنيه يفتح على نفسه أبواب الشر يفتح على نفسه باب الشر السخت باب الله نعمتان مغبون فيه ما كثير من الناس الصحة والفراغ هو ينشغل بما لا يعنيه ويفتكر إن مسألة الصحة صحته والفراغ وقت دي يفعل فيه ما يشاء فيضيع عمره وعشان كده عارفين الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني إيه يعني فليقل خيرا ده ما يعنيه أو ليصمت إذا كان الأمر لا يعنيه يعني إيه لازم الإنسان يدرك أن ترك ما لا يعنيه هو الحفاظ على حياته هو الحفاظ على قلبي هو الحفاظ على نقاء روحه هو الحفاظ على عقله من التشتت والضياع عارف كثير من أولادنا لما بتخرجوا من الجامعة يحصل لهم تشتت ليه؟ عشان بينشغلوا بما لا يعنيهم ليه؟ أنا منشغل الآن بإننا أخذ بأسباب النجاح وأسباب السعة في الرزق إيه بقى هيحصل إيه؟ في ترتيب إيه؟ وإزاي هوصل لأهدافي وأحلامي؟ أخذ بالأسباب الإنسان العاقل الذي ينشغل بما يعنيه يبذر الحب ويسقي الحب ويقول يا رب لكن لا يعنيك أن أنت لازم تحصل النتائج النتائج بيد الله وكم من الناس هلكوا لأنهم مصرين أنهم يصنعوا النتائج أنت عليك أن أن تأخذ بالأسباب لا يعنيك أن أنت لازم تصنع النتائج فتعيش أن أنت مطمئن إيه؟ راضي بما يجريه الله عليك وعشان كده مش لازم بقى الستات اللي بتشعل الخناءات والأصدقاء الأصدقاء اللي بيسخنوا أصحابهم عشان هما نتكلم معاهم في كلام كتير ملوش لازمة هذا لا يعنيني يبقى فتح أبواب الأبواب للأصدقاء اللي يغيروا الصدر أو الستات آه ده بلاش ده بلاش أياتها الزوجة أن أنت تسمع للستات دول سماعك ليهم ولأخبارهم ولحكويهم اللي هي في الحقيقة تخوفك وتخليك يقلق أنا على مستقبل أسرتك هذا لا يعنيك عارفين كمان على مستوى الأسرة لو كل واحد ترك ملاعني هتحسوا أن الدنيا سهلة وأن المشاكل والخناءات بتقل في الأسرة وفي كل مكان حتى في العمل لأن وقتها يكون إسلام إسلامنا إسلام حسن ترك ملاعنيك مش بس في الكلام ده في النظر وفي المشي ما بين الناس وفي الجلوس والسؤال ده أنا هارا بيض يعني بنلاع عليكم مشوفوا الأسئلة اللي بتحصل في حياتنا وتعرف إزاي ما يعنينا بيكسر قلب الناس ده ممكن حاجة لا تعنيك تكسر قلب حد وتأذيه أنت ما تجوزتش لغاية دلوقتي ليه؟ لا يعنيك أنت ليه يا ابني أنت ليه يا ابني عامل كده؟ لا يعنيك أنت يا ابني أنت ليه أنت ليه ما بفكرش في الجواز؟ أسأل لا يعنيك إلا أن أنت تكون عايز مقدم له حل لكن في أسئلة كتيرة جدا جدا يا بنت أنت مش كبيرتي كده أنت كده مش فاتك القطر أنت يا ابني إيه كل الأسئلة دي وانت زيك إلا حاصل فاكرين حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يبقى كده كله بيدخلنا على ما يعنينا عشان كده بيدخل تحت ما لا يعنينا الحرص على ما ليس فيه نفع والحرص على أمور الدنيا وسفسافها وتفاصيل الدنيا التي لا تعود بنفع لكن الحرص على الآخرة هو ما يعنينا ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احرص على ما ينفعه هنا بقى تبقى ويادي وتعالوا نقول شوية حيالك كده عشان تعرف أنت مهتم بما لا يعنيك ولا لا أنا أقول لك أربع علامات إحنا المفهوم الصحيح اللي يأكد لك أنت مهتم بما يعنيك هو أن تهتم بما أقامك الله فيه إيه علامات أن أنت مهتم بما يعنيك ومهتم بما أقامك الله فيه أربع حاجات أول حاجة أن تهتم بما فيه انشراح لصدرك انشراح لقلبك وصل لقلبك يبقى أول حاجة أن تهتم أن تهتم ما فيه يسر في دربك يبقى تهتم بما فيه انشراح في إيه؟ في قلبك أن تهتم بما فيه يسر في دربك أن تهتم بما فيه قرب من ربك تهتم بالأشياء اللي بتقربك من الله سبحانه وتعالى الحاجات اللي كل ما تعملها تزداد إيماناً وتزداد تقوى الأشياء اللي فيها استقامة الحاجة الرابعة أن تهتم بما يسرك الله له يعني إيه؟ تهتم بالحاجات اللي فيها قدراتك تهتم بالحاجات اللي فيها مهاراتك تهتم بالحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بسط لك المدد فيها لو أنت مهتم بالحاجات اللي فيها الأربع على مد لبقى أنت بتهتم بما لا يعنيك بما يعنيك تهتم بالأشياء اللي تجد فيها انشراح قلبك تهتم بالأشياء التي يسرت لك في دربك تهتم بالأشياء التي تقربك من ربك وتهتم بالأشياء التي رزقك الله سبحانه وتعالى من مدده ومن فتحه فماذا؟ ففتح عليك من إيه؟ من الخير والبركة بفضله سبحانه وتعالى إذا عملت الحاجات دي وانشغلت بالحاجات دي فأنت منشغل بما أقامك الله فيه وأنت منشغل بما يعنيك خلي بالك أنت ما يعنيك هو أن تكون دائما مترقي ما يعنيك دائما أن أنت تخطو إلى الأمام ما يعنيك أن أنت تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة من أتاني يمشي أتيته هرولة الذي يعنيك هو أن تقبل على الله الذي يعنيك أن تخرج من ضيق الدنيا إلى ساحة رب العالمين الذي يعنيك هو أن تخرج من سواد الكلام إلى حلو الكلام دائما الذي يعنيك أن تخرج من القبيح إلى المليح أن تخرج من صحبة من صحبة من يدلك على الشر إلى صحبة من دلك على كل خير صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده ما يعنيك ما يعنيك مش أن تجلس في أي مجلس ولكن الذي يعنيك هو أن تجلس في مجلس تستحضر فيه نظر الله لك وتجلس في مجلس يملأ قلبك نورا وتستحضر في تجلس في مجلس يملأك خيرا ومعرفة ومعرفة بالله سبحانه وتعالى هو ده ما يعنيك لكن لا يعنيك أن تجلس في قيلة وقال لا يعنيك أن تجلس في وأنت تضيع المال ولا يعنيك أن تكثر السؤال أن تكون دقيقا في السؤال أن تسأل عما يفتح لك باب حضرة مولاك هو هذا ما يعنيك يبقى أصول الأربعة اللي احنا قلناه مع العلامات دي هي التي تفتح لنا باب مولانا يا رب جعلنا على الدوام من أهل الانشغال بما يعنينا حتى نكون في حضرة بارينا ودائما يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأوينا عندما نكون من أهل الحسن ومن أهل الجمال في حسن الإسلام لأن الله جميل يحب الجمال أكرمنا يا رب بأن نكون دائما من أهل جمال الحياة بأن نحرص على ما يعنينا وأن نترك قبح ما لا يعنينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر